يعيش حياة سعيدة يجب ان يكون على علم بقوانين كونية لانها تسرع الكل وخاصة اذا كانت هذه القوانين مذكورة في القرآن يعني الله سبحانه وتعالى رح يخذ علينا الحجة مرتين كأنها قانون كوني وكأنها قانون سنن يعني كما ذكرت في القرآن سنن ويخذ علينا الله سبحانه وتعالى الحجة لماذا لم نتعرف عليها ولماذا لم نطبقها ولماذا لن نسعد بها وهي خلقت لنا لأن عندما قلنا ان الكون مسخر هو الكون نطر عندما نتعامل معها بقانون الانعكاس ان الله لا يظلم الناس ولكن الناس انفسهم يظلمون فكل واحد مننا يعود الى ما بداخلي من افكار من محتقدات من سلوكيات من كل شي حتى يغير الواقع التاعه الذي تجسد في مشاكل او من اشخاص سلبيين او اشخاص يعني ما تفهمش معاهم ولا مقدروهش ولا ما هذا الا انعكاسك انت عندما نتعرف هذه القوانين قلناها كونية الكون هو يخدم معنا وعندما نتعرف ان القلب هو انعكاس الاول والاخير يعني لما يجرى في حياتنا عندما نحتني بالقلب ونطهره ونحتني به ونخليه وعاع يصب فيه النور الهي هنا نسعد بهذا القلب ونسعد يعني كعلاقات بين بعضنا اشتركوا في القلب ونسعد